ما تم هذه السنة هو موعد الشروع في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد نسدس خلال خطابه أمام الحكومة وأممتل الأمة بالبرلمان قبل أزيد من أسبوع لتبدأ الحكومة في أجرأته وتنزيله الأمثل على أرض الواقع برنامج الدعم الاجتماعي الذي أعلن عن تفاصيله رئيس الحكومة عزيز أخ النوش أمام مجلسي البرلمان سيوجه للأسر التي توجد في وضاية فقر أو هششة وسيستهدف ستين في المئة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي والمستوفية لشروط الاستهداف بعد استسجيلها في استجيل الاجتماعي الموحد وقيمة هذا الدعم الشهري لن تقل عن خمسمائة درهم ويمكن أن تصل إلى ألف ومائتي درهم سيساهم أكيد في تحسين الظروف للفرد كما سيخصص برنامج الدعم الاجتماعي من حل الولادة لكل أسر بمناسبة الولادتين الأولى والتانية ومنح شهرية للأطفال في وضعية إعقا وكذا الأطفال في سن التمدرس والنساء الأرامل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد طورة جديدة بقيادة جلالة المالك محمد سيسا صلى الله والذي يروم تحسين ظروف عيش الأسر في وضعية هشاشة خاصة الأرامل بتوفير دخل قار بالعيش بكرامة الأمر الذي سيحاربه الهضر المدرسي سيحاربه البطالة والمجموعة من الظواهر السلبية هذا يدل على شيء وإنما يدل على أن هناك بناء الدولة المغربية الاجتماعية لها دعائم لها أسس في سبيل تجويد هذا الدعم مستقبل إن شاء الله حتى تكون هذه الأسر عندها نصيب ووحد الدعم نتمنى أنه يتم المساهمة الجميع في تنزيل الورش والالتزام بالجدولة الزمنية لتنزيله وكذلك مساعدة الناس في الإخيرات في هذا الورش هو إذن ورش وطني يدشن به العاهلة المغربية الملك محمد السادس ثورة اجتماعية حقيقية ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن نعيش في المغرب اليوم ثورة اجتماعية يقودها جلالة الملك محمد السادس يشرف عليها ويتابعها شخصيا العنوان الراهن هو الدعم الاجتماعي المباشر المواجه لنحو 60% من الأسر التي توجد خارج أنظمة الضمان الاجتماعي سؤال التنزيل يطرح وكيف أهلا وسادة سنة بالفعل اليوم هناك دولة اجتماعية بامتياز في عهد المولوي الزاهر للإشارة بأنه في المرتكزات الأربع لقانون المالية مشروع القانون المالية سنة 2024 يعني تضمن في نقطته الثانية دعم الدولة الاجتماعية من خلال واحد دعم يعني على الأقل تنظر على 1.500 درام هذا البرنامج هذا سوف نحاول أن نبسطها وسدها سنة لجميع المواطنين أنهم يفهموا أنه في حدود 2026 سيكون لدينا متكامل أطراف هذا الدعم الاجتماعي تمدوا في هذا السنة الأولى بالنسبة للمتمدرسين بواحد الطفل 100 درام في سنة 2025 سيكون 250 درام وفي سنة 2026 سيكون 300 درام على أساس مثلا أسرة التي لديها ثلاثة الأطفال سيستفدون بـ 900 درام بالنسبة للأطفال التي سيكون لدينا يعني أكثر من ثلاثة الأطفال أي أنه سيكون لدينا ربعة أو خمسة أو ستة الأطفال فهذا الأطفال الثلاثة الآخرين سيكون لديهم من حد 35 درام وبالتالي اللي بغيت نشير ليه بأنه سيكونوا مطابقين لما يطبق داخل النظام للصندوق الوطني للضمال الاجتماعي أي أنه سيكون عند نفس الناس اللي تعيشوا لهشاشة نفس الامتيازات اللي عند الناس اللي منخارطين في هذا الصندوق مسألة أخرى كذلك هو أنه من بين يعني كين عندنا هذا الأوراش اللي كانت يقبل من خلال مثلا تيسير من خلال منحة الأراميل غادي تكون عندنا واحد الامتياز أنهم غا تكون عندهم واحد ألف ومئتين درهم للإشارة أخرى وأنه هذا البرنامج مشي عنده هير هدف واحد لي يعني يخص المبلغ المادي ولكن عنده مجموعة من بين الأبعاد وأنه غنتمكنه من أننا نحاربوا لهذا المدرسي أي أنه أي أسرة ملزمة باش أنه والابن ديالها باش يستفد أنه من هذا المنحة هذه أنه يكون مسجل في المدرسة أي أنه يكون يتابع دراسته من ست سنوات تال 21 سنة لسمحتي لي يا أستاذ أسماء بغيت كين واحد مجموعة ديالنوقات اللي يجيب الإشارة إليها بأنه في العهد المولوي الزاير أننا من خلال بناء هالدولة الاجتماعية أننا نزن من واحد مجموعة ديالبراميج نزن من البرنامج المبادرة الوطنية التنمية البشرية اليوم تنوصل لهذا البرنامج الورش الحماية الشماعية وللإشارة نحن كنا نتنهضره في البرنامج الأول أنه سنويين ستكون لدينا واحد تكلفة 51 مليار درهم والتي فيها التغطية الصحية سي ساري راشيد أقف عند نقطة الكلفة 25 مليار درهم هو الكلفة المخصصة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر في 2024 هذا الرقم سي ارتفع 29 مليار درهم سنويا منذ 2026 هذا الميزان يا رقم مهم جدا ألا يكون لها أي تأثير على الدعم الخاص بصندوق المقاسة لا يمكن سنة أننا لن أقول نخلط الأوراق ولكن سنشرح مزيلا بالنسبة للصندوق المقاسة هو موجهة لدعم واحد المجموعة المواد واللي الحدود الساعة لا تستفدوش من هاد دعم هير يعني الفوقات الهشة واللي هي دخلة في السجل الشيماعي المواحد ولكن حتى واحد المجموعة ديال الفئات هذا ما غديش يأثر بشكل كلي لماذا؟ لأنه كما قلت لك أنه اللي بغيت نكتل الفكرة اللي بغيت نكمل هو أنه كنا تنهضروا على 51 مليار درهم مع هذا المشروع الكبير ديال الدعم الاجتماعي غدي ننصروا الكثار لأنه فقط الدعم الاجتماعي غدي يكلفنا واحد تسعود وعشرين مليار درهم هذا برنامج كما قلت مالكي ولا لاحتي معايا بأنه الأجندة اللي محطوطة له ما كانش فيها واحد تاون أو كين فيها واحد تأخير بالعكس اليوم تلاحظوا كين عندنا واحد مجموعة من النقاط الإيجابية لكن اليوم تنهضروا فقط على غتكون عندنا تعويضة هات العائلية اليوم بسبحنا تنهضروا للدعم الاجتماعي تنهضروا على أنه الأوسر وخامي يكونش عندها أبناء وتتعيش واحد العواز تتعيش واحد الفقر أنه على الأقل لغيت تعطاها واحد المبلغ ديال 500 درام صحيح أنه اليوم باش نكون صرحة أنه الإكرهات على المستوى العالمي هي قاسية الظروف الاقتصادي على المستوى العالمي يعني الصعبة ولكن المغرب يعني بفضل يعني سياسة صاحب الجلالة فتخدرها باش أنه تكون عندنا ويحق لنا اليوم باش نقوله بأننا عندنا دولة الجماعية بامتياز وبكل فخر لأنه مجموعة من ما جاء في يعني لسي بحتي لي هذه النقطة بغيت نشيلها وأنه في نموذج تنموي الجديد في عجالة في نموذج تنموي الجديد كانت من بين الأسئلة وأنه نريد المغاربة أن يعيشوا الرفعية تنظون بأنه هذا السؤال بدأت تجاوب عليه الآن وفي أفق 2035 أكيد بأنه ستحصل وضعية المغاربة أكثر وأكثر شكرا لكم الخبير الاقتصادي ساري رشيد كنتم مانا مباشرتا من تنجل